حض الرئيس التركي رجب طيب اردغان نظيره الروسيف لديمار بوتن خلال اتصال هاتفي على تمديد آلية ايصال المساعدات الانسانية الى الشمال سوريا وفق ما ذكر بيان للرئاسة التركية ويأتي هذا في اعقاب انتهاء العمل بتفويض آلية نقل المساعدات الى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا للمرة الاولى منذ ثمان سنوات وتوافق الاعضاء والخمسة عشر في مجلس الامن الدولي قبل قليل على تمديد آلية ايصال المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سوريا لستة اشهر وفق ما افادت به مصادر ديبلوماسية يرتقب ان يصوت مجلس الامن في وقت لاحق اليوم لتأكيد تمديد الالية مع توقع تمديدها في يناير لستة اشهر اضافية شرط تبني قرار جديد حسب ما اوضح ديبلوماسيون لماذا هناك دائما جولة جديدة نعيشها في كل مرة يرغب هناك او تحتاج المنطقة لدخول مساعدات هناك تمسك من قبل انظام السوري ومن قبل الروسيا في عرقلة دخول المساعدات وإلى اي متى سيبقى الوضع في شمال سوريا على ما هو عليه هذه اسئلة نطرحها اليوم بعد هذا التقرير سيناريوهات مؤلمة تنتظر سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة بمرحلة ما بعد اغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في وجه المساعدات الدولية انظار اكثر من اربعة ملايين سورية يعيشون شمال غربي البلاد تتجه اليوم الى تبعات الجلسة الطريئة لمجلس الامن الدولي بشأن الية عبور المساعدات اليهم في منطقة تشهد حصارا وحربا دامية منذ اكثر من عقد من الزمن ومن المتوقع ان يواصل مجلس الامن الدولي جلساته التفاوضية لاجل استصدار قرار بشأن الية عبور المساعدات الدولية الى سوريا عبر الحدود بعد اخفاقه خلال اليومين الماضيين في التوصل الى اتفاق لتجديد القرار نتيجة فيتروسية على مشروع القرار الارلندي النروجي المشترك الذي يمدد الالية لعام اضافي يأتي ذلك بعد ان انتهت صلاحية قرار تسليم المساعدات عبر الحدود الى شمال غربي سوريا الذي يتم العمل به منذ عام 2014 وتشترط روسيا لتمرير القرار ان يكون التمديد لمدة 6 اشهر فقط بعد ان كانت نية موسكو ايقاف الالية ونقل ملف المساعدات وادخالها الى حريفها النظام السوري الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قالت ان التمديد لستة اشهر لا يمثل مدة كافية لقيام مجموعات الاغاثة بالتخطيط والعمل بكفاءة ويتطلب صدور قرار مجلس الامن الدولي موافقة تسع دول على الاقل من اعضائها شريطة ان لا تعترض عليه اي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتشدد غالبية الدول الاعضاء بالمجلس باستثناء روسيا والصين على اهمية استمرار المساعدات الانسانية العابرة للحدود من تركيا الى سوريا كما تأتي اهمية المساعدات كونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة سكان المناطق المحاصرة شمال غربي سوريا للمزيد ينضم لنا من ولاية فرجينيا الامريكية جيمس جيفريا المبعوث الامريكي السابق الى سوريا ومعي من موسكو وسيرجي ماركوف مدير معهد الدراسات السياسية اهلا بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة استاذ جيمس مضى هذا الاتفاق عدت هذه الازمة الان ما هي الخيارات الامريكية في تجاوز هذه الازمة بان لا تتكرر مرة اخرى الان كيف يمكن للولايات المتحدة ان تضمن استمرار رسول المساعدات بشكل دائم الآن من دون وجود اي اعتراض روسي عليها اولا الولايات المتحدة تمكن ان تفعل كل ما بقدرها مع تركيا والدول الاخرى لتوسيل المساعدات عبر باب الهوى وهذا لا يحدث لا يغلق استنادا الى هذا القرار في الامم المتحدة ان الوكالات الاممية لن تتمكن من لعب الدور الاساسي الذي لعبته بتنظيم وتوصيل القدر الاكبر من المساعدات هذا لا يعني بان المساعدات لا تصل وانما لن تصل بالكميات مثل قبل وكما اشارت السفيرة الى الامم المتحدة سيدة جرينفلد قالت بان اربعة ملايين شخص يعتمدون على هذه المساعدات فهذا ازم انسانية كبرى ازم هب الكثيرون الى تركيا وبعدها الى اوروبا ولا ربما اكثر من اربعة ملايين ولكن تقول ساعة السفير بان الولايات المتحدة وتركيا يمكنهم فعل الكثير ماذا تقصد بذلك يجب ان يكون هنا قرار اممي ليس كذلك هل يمكن ان تفعل او تقوم الولايات المتحدة باتخاذ هذا الاجراء بالتعاون مع تركيا من دون قرار اممي من دون العودة الى الامم المتحدة طبعا نفعل ذلك في شمال شرق سوريا على سبيل المثال ومع المساعدة من الحكومة العراقية ولكن ما اعنيه بانه لا يكون بالسهل وبالمؤثر وان لا يصل المساعدات بالاعداد والكميات اللازمة وان هذه المنظمات التي ادت اداء حسنا تعتمد على النظم الداخلية لهذه المنظمات بانها تعمل فقط بمجاب تفويد من الامم المتحدة واذا اختفى هذا التفويد فسيتعزر على هذه المنظمات فعل مهامها رحب بك سيد سيرجي شكرا جزيلا لك لوجودك معنا يوسف ما تقوم به روسيا بالابتزاز هي ترغب بشيء هي تود أن تقايد شيئا ما لربما مع الولايات المتحدة في سوريا في خارج سوريا في منطقة اخرى هل توافق على ذلك؟ لا تستخدم أبدا هذه الكلمة ابتزاز على روسيا فروسيا لا تبتز أبدا فهي من أكثر الدول المدنية حول العالم وقد حافظت وحمت القانون الدولي والسلام في كل مكان ما تفعله روسيا هي تريد بالقرار الأممي أن يعمل بالضبط كما يجب أن يعمل فليس المشكلة بالمساعدات الإنسانية وإنما تكمن المشكلة بأن معبر باب الهوى يستخدم لغير المساعدات الإنسانية كذلك وأنت قد تعرف بأن تركيا ستخلق بهذه الطريقة دولتين على الأراضي السورية أولا في إدلب ومناطق هناك وأيضا قطاع ضيق على حدود التركية السورية وهذا بهذه الطريقة سيكون دولتين مستقلتين عن سوريا ولكن ليس عن تركيا وستسيطر عليها تركيا وهذا حقيقة ضم لأراضي سوريا فهذا القرار الأممي لا يستخدم فقط لإدخال المساعدات إلى السوريين ولكن أيضا إلى تأليف دولة صغيرة تحت سيطرة النفوس تركيا روسيا لديها تواصل وعلاقات مع تركيا وروسيا تؤكد على ضرورة أن تستعيد سوريا سياداتها على كل الأراضي السورية التي يمعترف بها في الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية ترى روسيا بأنها يجب أن تمر عبر النظام في دمشق أشكرك معها أستاذ جيمس استمعت إلى إجابة أستاذ سيرجي أستاذ سيرجي منعني من استخدام كلمات ابتزاز قلي بكل وضوح لا تستخدم هذه الكلمة مع أكثر دولة مدنية في العالم هل لديك تفسير أستاذ جيمس عن هذا السعي الروسي لأرقلة مسار المساعدات المتكرر دائما يتكرر هل هناك كلمة أخرى غير ابتزاز مسموح لي أن أستخدمها برأيك سعد السفير كديبلوماسي لا أحب أحب مصطلح ابتزاز لقد تفوتت مع الروسي على ملف السوري وأعتقد بأنه من الأفضل أن تبقى كل الأحاديث على مستوى حيادي ولا أتفق بأن المسألة مع باب الهوى هو ما تريده تركيا ولا تريد فعله تركيا مع قوات التركية وقوات المعارضة والتي تسيطر عليها هناك باب الهوى أساسي لتوصيل المساعدة الإنسانية إلى الشعب في إدلب وهناك شتى الطرق لتركيا لكي توصل الأسلحة إلى أي مكان في سوريا من الشمال الشرق حتى إدلب وهذا ما رأيناه في سنوات الماضية إذن المسألة هي المساعدات الإنسانية فالموقف الروسي هو أن هذه المساعدات يجب أن تمر عبر النظام في دمشق والمشكلة في ذلك هي أننا لاحظنا بأن النظام في دمشق متردد بالسماح بإيصال هذه المساعدات إلى المناطق التي لا يسيطر عليها النظام وتريد أن تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب شرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا ورأينا بعد سنوات ستة مرات تم إيصال فيها المساعدات وهذا لا يكفي لقد حان الوقت بأن تلبي دمشق مسؤوليتها في هذه الحرب والتي حددتها الأمم المتحدة بأن يجب إيصال وسماح للمساعدات بالممرور عبر المعابر ولكن لم تقل لي ما هي الكلمة المناسبة أو الوصل المناسب للوضع القائم عندما نقول بأن هناك 4 ملايين أو 5 ملايين لربما أكثر منهم أستاذ جيمس الآن تعتمد حياتهم يعتمد بقاءهم على دخول هذه المساعدات مقابل طلب سياسي من روسيا ممكن أن يموتوا هؤلاء هذا ما أفهمه العنوان العريض بأن روسيا تقول دعهم يموتون مقابل بقاء أو مقابل دعم النظام الروسي ما هو طبيعة الوصف المستخدم الآن ما هو الهدف أود أن أعرف الهدف أبعد من ذلك هل هذا هو الفهم البسيط للقضية الساعة السفير ربما قد أتخطى ذلك روسيا لها مصلحة في سوريا لقد أوضحت ذلك الولايات المتحدة إلى رئيس بوتين بأن ترى بأن روسيا تعتبر يجب أن يكون هناك تعاون أمني مع حكومة صديقة لروسيا في دمشق المشكلة هي بأن الأسد من عام 2011 عرضه معظم الشعب فيما يوصف على أنه حرب أهلية وطرق الأسد في خوض هذه الحرب هي في دفع أكثر من 12 مليون من الشعب خارج ديارهم ستة منهم لاجئين وأربعة ملايين منهم الآن في إدلب ينتظرون حرب إذ قد يتم الاعتداء على الشعب هناك وأن يهجروا من بيوتهم ويحرمون من المساعدات الإنسانية هذه سياسة الأسد وهذه السياسة التي تؤيدها وتدعمها روسيا ولو لم تتدخل روسيا في العام 2015 لكان الأسد مرغما على قبول الحل الذي كانت ستفرض الأمم المتحدة فدون دعم روسيا لأسد حتى ومع القوات الأرضية الإيرانية والسلاح الجو الروسي فليس لقدرة على الأسد بأي سيطر على سوريا وبذلك يستمرون بفرض الضغط على الشعب السوري فالضغط الروسي يسمح للأسد بأن يقوم بذلك ما رأيك هل لديك تعليق سيرجي يبدو أيضا يمكن وضعها فيه خانة المقايضة يعني إن لم تكن هذه السياسة الروسية المتبعة فيما يتعلق أو تحديدا في سوريا أستاذ سيرجي أليس كذلك روسيا تشدد على أي توم الحفاظ على سوريا كدولة موحدة بسلامة أراضيها ولطالما كانت الدولة المستقرة في الشرق الأوسط لعقود طويلة نحن في روسيا نؤمن بأنه إذا تزعزع الوضع في سوريا سيكون هناك وضع ينتشر فيه هذا الحال في كل أرجاء المنطقة إذن إن الموقف الروسي هو بالحفاظ على السلام لسوريا وأيضا الحفاظ على السلام في دول المنطقة الأخرى فنفهم بأن ذلك قد يؤثر على الاستقرار في المنطقة وقد تنتشر الحرب بسرعة إذن تشدد روسيا على ضرورة احترام سيادة سوريا ومسألة ومسألة بشار الأسد أريد أن أكرر للمشاهدين وإلى الزميل بأن بشار الأسد هو من أكثر سياسيين ليبرالية وهو دكتور وطبيب وأصبح رئيسا وبدأ بالمسار الليبرالي لتحرير النظام السوري ويمكن استخدم هذا الليبرالية من الراديكاليين المتشددين الذين بدأوا هذه الحرب الأهلية ويريدون التقسيم على أساس الأقاليات الإثنية والدينية في سوريا والذين يدعمون أشكرك شكرا أستاذ جيم أستاذ عفوا أستاذ دسترقيت شكرا لك بشار الأسد جنزر إليه لأنه ليبرالي شكرا لك نقطة أخيرة شكرا لك نقطة أخيرة كانت يتعليق أستاذ جيم تفضل أرجوك بالإدلاء به ساعدة السفير وأعرف منك أن الحرب في أوكرانيا تعقد المشهد أكثر في مناطق أخرى ومنها روسيا هل هناك سعي الحصول على تنازلات في ملفات أخرى من قبل روسيا لربما بناء على أعتقد بأن الإسرائيليين والأتراك والروس والأمريكيين موقفهم حتى وإن كنا جميعنا ملخلطين في النزاع في أوكرانيا لم يتغير بجراء الوضع المأساوي في أوكرانيا وبالرد على الملاحظات أقول ما يلي إن مجلس الأمن الأممي في العام 2015 وحتى مع الوزير لوفروف لقد قبل السفير الروسي القرار الأممي ذات الصلة والذي يدعو إلى دستور جديد وإلى مسار سياسي وعقب وقت إطلاق النار لجلب الدولة تحت الأسد إلى المعارضة ولا يقول بأنه كان يجب الإطاحة بالأسد وإنما ينص على ضرورة فرض نظام سياسي جديد ويتوافق مع سلامة أراضي سوريا وسياداتها الذي ندعمه ونؤيد القرار الأممي 2254 وهذا المسار وهذا المسار الذي جمده السيد الأسد منذ ذاك الحين هذه المشكلة لقد صوتت روسيا على هذا الاقتراح وماذا يعني ذلك إذا لم يكن هناك تغيير سياسي في سوريا شكرا لك سعادة سفير جيمس شيفري المغلث أمريكي السابق إلى سوريا ضيفي من فرجينيا ومن موسكو سيرجي ماركوف ومدير معحد الدرسات السياسية شكرا جزيلا لكم موسيقى موسيقى